اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون كتب كثير من المفكرين العرب عن ازمة العقل العربي معتبرين انه عقل قديم غير متفاعل مع العصر ولا ينتج المعرفة رغم استهلاكه وتعاطيه لمنتجاتها وانجازاتها ظل العقل العربي منذ افول الحضارة العربية الاسلامية خاضعا لسلطة التراث وربما الاصح نقول لسلطة تراث بدون الف ولام التعريف فتراثنا الفكري والديني فيه المستنير كما فيه الظلامي المرن المتحرك وكذلك الجامد اخذنا من التراث كل ما يصلح لتثبيت وتمكين حالة التخلف واستبعدنا كل ما من شأنه التأسيس لحالة نهضة ما الذي جعل العقل العربي سجين الماضي غير تواق للحرية والانعتاق بل قانع بقيوده ومدافع الشرس عن تلك القيود ما الذي يمنع العقل العربي من التفكير والتفكر ويكتفي بالنقل والحفظ هل الاموات يحكمون الاحياء في مجتمعاتنا؟ لماذا ما زلنا ننتمي عقليا وفكريا ونحكم من المقابر؟ ما السبيل عقل عربي مفكر؟ هذه الاسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفية الدكتور احمد عبد الحليم عطية استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة اوراق فلسفية اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ومن المغرب الدكتور مختار عبداللاوي الاستاذ بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء اهلا بك يا دكتور اهلا بكم اهلا سعيد بحضوري معكم ممنورنا يعني والموضوع الحقيقة طبعا يحتاج حلقات وحلقات لكن هنحاول ان احنا في الخمسين ديئة دول نحاول نجمع الموضوع لما بنقول يا دكتور احمد العقل العربي بنقول عقل على مجموعة هل من الممكن فعلا ان احنا نقول عقل جمعي ولا العقل ده حاجات فردية الفرد ده عقل والفرد ده عقل لكن عقل جمعي لشعب او قومية طبعا يجوز يعني كلمة عقل الحقيقة يعني لو بدأنا فلسفيا هنجد لها معاني متعددة لكن احيانا يكون العقل متلقي سلبي يعني كما بدأنا من ايام ارستو في العقل هو الهوية هو الاتفاق مع الاشياء لكن ابتداعا من كانت عرفنا ان العقل عقل يعني له فعالية وفعالية نقضية في الاساس ثم بدأنا ان وصلنا الى هيجل وجدنا عقل تاريخي جدلي متسع للتناقضات ومتجاوزا لها يعني ثم بدأنا نفصل بين نوعين من العقل عقل نفعي يعني اقرب الى الاتجاهات النفعية البراجماتية وعقل تواصلي اقرب الى المجتمعات المنفتحة التي تلتقي فيها الافراد والجماعات في شكل متوافق يعني فهناك الحقيقة انواع وكل ده ممكن على الجماعات يطلق على الجماعات بزرق مش الافراد يعني لما كان كانت بيقول كن جريئا في استخدام عقلك في ما التنوير هنا بتكلم عن الفرد عن الفرد هنا بتكلم عن الفرد هل من الممكن ان يوجه الخطاب الان الى مجتمع كونوا جريئين في استخدام عقولكم ده يجب يجب اه احنا في لحظة يعني فعل امر احنا في لحظة دلوقتي تجاوزنا فيها التنوير على المستوى الفردي لازم التنوير على المستوى الجماعات التنوير على المستوى الفردي الحقيقة كان مرتبط بالعداسة المرتبطة بالاستعمار احنا اينا احنا هنيجي بإذن الله للتفاصيل دي لكن كان مهم ان احنا نعرف ان العقل الجمعي من الممكن ان احنا نستخدم هذا اللفظ لكن لو جينا للعربي بقى اللغة العربية يا دكتور مختار بيقول لك عقل البعير ربطه في مكانه يعني عقلت البعير جبت كده في الوتد بتاع الخيمة وروحت ربطه ده بيديني انا لما اقرأ الكلام ده ان العقل ده فرامل او كوابح بتفرمل الواحد لكن المفروض ان هو بيدي معنا الحرية العقل بالنسبة لنا حرية وانطلاق ولا فرمالة ويعني عقل بعير زي ما بيقولوا في المكان تثبيت في المكان طيب يمكن ان اقول ان طرح سؤال العقل واشكالية العقل قد وصل بنا اخيرا كفكر عربي الى المرحلة الجدية الى المرحلة الخصبة والوعية لماذا؟ لان الفكر العربي مر تقريبا بثلاثة مراحل اساسية المرحلة الاولى الاشكالية الكبرى كانت هي كيف ننهط افغاني محمد عبده وغيرهم لماذا تقدم الغرب ولماذا تأخرنا وكان السؤال سؤالا ذاتيا هنا وكأن النهضة هي مسألة ارادة ومشيئة ان نشأ ننهط ويجب فقط ان نجد الوصفة الصالحة بعد ذلك سوف يطرح اشكال اخر في المرحلة الاستعمارية عندما تم اكتشاف الاخر الغرب كعائق امام النهضة بسبب الاستعمار فتحولت الاشكالية الكبرى الى اشكالية كيف نتحرر بالنسبة للماركسيين كيف نتحرر من الامبريالية العالمية والاستعمار بالنسبة مثلا للليبراليين كيف نتحرر من التحكمية والاستبداد وبالنسبة حتى للإسلاميين سيد قطب مثلا كيف نتحرر من الجاهلية أصبح سؤال الجاهلية هو السؤال الأساسي الآن انتقلنا الى مرحلة أساسية هي مرحلة سؤال العقل وهنا لا بد ان نميز بشكل كبير جدا مع الاشكالية الكانتية في الاشكالية الكانتية السؤال العقل هو سؤال يتوجه الى الفرد بفعاليته سواء في المجال الخاص او المجال العام باتجاه امتلاك الفرد لحريته ولقراره وفق مفهوم الواجب في جملة واحدة حضرتك انت قررت كتير بكلمة تحرر 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 في الثلاث يعني او في النفس الموارد هل العقل يحتاج الى الحرية في جملة كده لكن العقل الذي تحدثنا عنه اليوم لا يسائل الحرية كما كان كانت في الفكر العربي العقل الذي نناقشه اليوم هو إبيستامي بالمعنى الفوكي بمعنى ميشيل فوكو بمعنى عندما يسائل محمد عبدالجابري مثلا العقل اللغوي البياني مع العقل الفقهي الأصولي مع الفقه مع العقل الفلسفي معناه اننا الان امام سؤال مختلف ما هي الصيغة المعرفية التي تجعلنا قادرين على فهم وضعيتنا وعلاقتنا بالاخر وعلى النظر الى مستقبلنا بصورة افضل هناك عقل جمعي لا بد من الحرية الاسئلة اختلفت كل هذا اخذه من ضيفية وازهب الى الشارع العربي نرى رأي افراد مدن عربية مختلفة في هذا الموضوع المهم العقل العربي والتراث والعلاقة بينهم اكيد صار اسوأ انا ما بتحسي في شي تغير لو تغيرك انا منشوف اقل حروب منشوف اقل كوارث اجتماعية المشاكل الاجتماعية كلها عم بتزيد البطالة عم بتزيد الناس عم تعدى لشغل اكتر المستوى التفكير بعد ما تغير شيء بعدنا عم نرجع لورا ما عم نقدم لقدان لا الصراحة لا ما تغير شي لانو ما بتبرها اسمى صورات اسمى تفبركات والعبات كبيرة عالشعب الصغير وقدت لها الخبرية اللي نحنا وصلنا لها هلأ فمحل ما عدنا قاعدوا كلهم يعني لا انا برأيي ما سهمت بتحرير العقول ابدا ملاكس رجعت الديني لوارا اكتر لانو العالم عم سخنق مع بعضة وتقتل ببعضة لو الصورات انعملت لتحرير العقول ما كنا لقاينا نص العالم هاجري او نص العالم ما كفت صورتها للآثر انا برأيي هاي وظهرت اصلا جامعات من شأنه انه بس تطمر العقول وتلغي التفكير وتلغي كل شي بالمجتمع ممكن يقدر لتقدم المجتمع فبرأيي انه لا في كان لا ربيع ولا صورات ولا اي شي ممكن يقدم الوطن العربي عدنا من الشارع سمعنا الآراء العقل والتراس وما زالت هناك علامات استفهام اطرحها على ضيفية دكتور احمد عبد الحليم عطية والدكتور مختار عبداللاوي دكتور احمد ازمة العقل العربي دايما الكلمة دي عناوين كتب عناوين منشتات فضائيات دائما تتكرر هذه الكلمة هل هي نتيجة حدث خارجي مثل مثلا الدولة العثمانية وتحكمها سقوط الاندلس ام ان هناك خميرة موجودة في العقلية والذهنية العربية هي التي انتجت هذه الازمة يعني انا بس ارجع قليلا تمام لما ترحنا عن مفهوم العقل واميز بين المفهوم اللغوي عن العقل العربي باعتبره قيد ده مفهوم لغوي يعني لكن ليس هو المفهوم الاصطلاحي المفهوم الاصطلاحي وهنا ارجع للفيلسوف الفرنسي اندريلا لاند بيميز بين نوعين من العقل العقل المتكون الذي يستطيع الانسان ان يعصل من خلال البيئة من خلال الاسرة المدرسة المجتمع كل النتيجات التي تكون عقله ثم العقل المكون هو حصيلة ما عصلته واستطيع ان ابدعه واقدمه في صور متعددة صور الفن والشعر والثقافة والعلم والفلسفة هذا العقل هو الابداع بما يعني العرية الكاملة فالعقل يعني العرية لان من مكونات العقل الخيال نحن عادة ما نتحدث عن العقل باعتباره العقل العلمي المنطقي الجاف لكن العقل بما هو عقل داخل فيه الجهود الاجتماعية والفنية والنفسية ولما فرويد بيتكلم عن الوعي وبيتكلم عن العقل ولما يونجي بيتكلم عن الوعي الجامعي فبيتكلم عن العقل الجامعي ونحن جميعا لدينا مكونات متعددة في عقلنا انا عين اتحدث عن عقلي هل يترى انا يعني انتمي تفكيري ينتمي الى التفكير العرب الاسلامي ام التفكير المسيحي القبطي باعتباره مصريا ام التفكير اليوناني الروماني ام التفكير الفرعوني انا كل هذه التنوعات كل هذه الاشكال تتدخل في تكوين عقلي يعني وبالتالي فانا لدي حصيلة فالعقل هو هذه الحصيلة الحضارية مش على مستوى الفرد ولا على مستوى العرق ولا على مستوى الدين يعني فيه طبقات جيولوجية زي الطبقات الجيولوجية كده اللي موجودة في الطبيعة تماما هناك طبقات للعقل حضرتك ما عرفتش العقل بتعريف واحد لا فيه طبقات من هذا العقل والوان طيف بالضبط وصور متعددة ومتنوعة ومن هنا يؤكد ان العقل هو الابداع والقرية والخيار دكتور مختار مسألة العقل والمسلمات دائما برضو من قزمة العقل العربي اوعى يا دكتور تجي جنب المسلمات اعمل العقل فيه اي حاجة الا المسلمات فالزاعة دائما يواجهوننا بها العقل ليه حد هنا وعند حد المسلمات وما يعديش تعليق حضرتك عالكلام ده ايه هو مرة اخرى لان كلمة مسلمة لا تعني نفس الشيء في مجال البحث وفي مجال البناء الفلسفي المسلمة الفقهية تحيط بها القداسة وهي متعالية اي انها تنزل من علين وهي ثابتة تعلو على التغيير في حين ان المسلمة العقلية او الفلسفية هي نقطة انطلاق من اجل بناء نسق عقلي عندما اسس ديكارت نسقه الفلسفي على مفهوم البداهة ايوه واعتبر ان الفطرة حاملة لمقومات تمكنها من تحقيق المعرفة مثلا عندما اسس و اعود الى اشارة الدكتور قبل قليل الى كانت نظريته الاخلاقية او الاخلاق الاخلاقيات اعتبار ليتيك تختلف عن مورال عندما اسسها على مفهوم الواجب نشعر ان مفهوم الواجب تطور بتطور الفلسفة الكنتية الفرق هنا بين المسلمة التراثية هي انها مسلمة يمكن ان نقول انها معبأة ومصبرة وعصية على التغيير وعلى التفاعل في حين ان المسلمة الفلسفية هي مسلمة نامية منفتحة متجددة في كل مرة تتحدى افاقها لكي تبقى يعني عتبة الفلسفة لا تطرد ولا تمنع اي سؤال او علامة استفهام كل علامات الاستفهام مطروحة في مدرج الفلسفة الفلسفة هي السؤال ثم السؤال ثم السؤال ومعنى كلمة مسلمات وثوابت لابد ان نراجعها في ازهاننا ويتفكرون عدنا ويتفكرون وصلتة التراث على العقل العربي ومع ضيفية الدكتور احمد عبد الحليم عطية والدكتور مختار عبد اللاوي والسؤال المهم بقى يا دكتور احمد في مسألة العقل العربي لو قلنا حتى بلغة الطب كأن العقل العربي اصيب بجلطة فكرية هذه الجلطة ناتجة عن حدث تاريخي من الخارج ام هناك الفيروس نفسه او الحاجة اللي عملت المسألة دي موجودة في عقلنا وفي مخنا احنا في طريق التفكرنا احنا عشان المشاهدين يعرفوا يعني دايما يسألوا اش معنى العقل اللي برا ده بيعرف يبدع وعقلنا احنا في مشكلة ايه المشكلة المشكلة في كلمة احنا احنا مين احنا العرب احنا المسلمين احنا المصريين لأن مقدساتنا الحقيقة هي المقدسات العربية الاسلامية لكن شعوبنا لها هويات ولها اعراق ولها اجناس تتجاوز الاسلام في داخل الاسلام في الاسلام العربي في الاسلام الهندي والباكستاني والتركي والفارسي اذا كل هوية من هذه الهويات تشكل الاسلام وفقا لثقافتها السابقة على الاسلام فمن الصعب ايجاد نعنو وكذلك اذا نظرنا الى التراث نظرة قومية فهناك قوميات متعددة حتى داخل الجنس العربي وداخل الارق العربي هناك شخصيات او هويات متعددة المشكلة في ايه؟ المشكلة في ان التراث ليس تراثا واحدا بل تراثا متعددا وتراث يعلن احيانا بعض خصائصه ويخفي خصائص اخرى وتتعمد السلطات الموجودة في كل عصر من العصور ان تنتقي من التراث ما يتفق مع توجهاتها وبالتالي اذا قلنا هذا تراث اسلامي هنجد كل كتاب السيرة يتكلموا عن السيرة بشكل معين اعتمادا على المصادر الاودة للسيرة فيجي في بداية هذا القرن منصور باشا فاني اول مبعوث للجامعة المصرية الى اوروبا ويتحدث عن المرأة ويتحدث عن المرأة في الاسلام مؤتمدا على نفس مصادر السيرة الاولى فيسور المجتمع ولا تستطيع الجمع ان تفعل شيئا بس قلقته مختلف ويسأل الرجل فيقول لهم هذه مصادري هي نفس المصادر اذا هناك عمليات اعلان لصالح السلطات الثقافية والابتماعية والسياسية الموجودة تعلن جوالب معينة من التراث في فترات اخرى يعلن فريق اخر اشكال اخرى للتراث لذا نجد احيانا نتحدث عن الاسلام الاشتراكي واحيانا اخرى نتحدث عن الاسلام لا في الاسلام اذا هناك تراثات متعددة وهناك اشكال متعددة وهناك اعلان واخفاء لبعض الوحى التراثة تمام حضرتك كلمت عن محمد عابد الجابري في حديثك الاول وقلنا ان احنا هنجيله لان فيه كلمة عايزين تفسيرها من دكتور مختار قال الجابري انه انه لا يمكن قيام نهضة الا بعقل ناهض ما معنى العقل الناهض يعني ان العقل الاسلامي او العقل العربي عايز عقل ناهض يمكن الكلمة غمضة شوية علينا اه هو عمليا هل النهضة معطى خارجي مستقل علينا ام ان النهضة هي اشكالية وهاجس يسكننا من الداخل تمام للأسف سابقا جرى او جرت عملية توطين مفهوم النهضة باعتباره حالة اجتماعية وتاريخية عاشتها اوروبا ولكنه مجرد تطلع فعلي الى النهضة لدى مفكرين اوروبا عاشت نهضتها في حين اننا كنا نبحث عن نهضتنا في فكر النهضة وبالتالي فحتى تسمية فكر النهضة هي خطأ يجب ان يسمى ليس فكر نهضة لانه لم يعكس نهضة ولكن فكرا نهضويا لانه فكر اهتجس وفكر واستشكلت عليه النهضة هذه قضية اولى اساسية بالنسبة لمحمد عبد الجابري العقل التقليدي هو اما على عقل بياني اطنابي بتعبلاغا تماما يدور حول نفسه او هو فكر فقهي عقيم ولكنه ليس فكرا نقديا مسائلا اذا يجب ان ننتبه الى ان اشكالية النهضة ليست اشكالية حالة مستقلة عنك تماما كما عندما ينحبس المطر ويخرج الناس في صلاة استسقاء طلبا للمطر لا النهضة هي حالة علاقة بين الفاعل الفكري الذهني وبين البيئة المحيطة بهذا الفرد او الباحث او بهذه النخط ومن هنا من المهم جدا ان ننتبه الى عاملين اساسيين حول مصار البحث حول العقل في الفكر العربي العامل الاول هو النقد الكبير الذي تلقته الماركسية بدءا من التمانينيات والتسعينيات والذي دفع كثيرا من الماركسيين الى التخلي بصورة تدريجية عن المنهج التاريخي وعن الصراع الطبقي كمحرك اساسي للتاريخ ثانيا الدينامية الكبيرة التي عرفتها ما يسمى بفلسفة الحداثة وخصوصا الحفريات وعمليات التفكيك في الفلسفة الفرنسية وهي التي دفعت باتجاه مقاربة جديدة للعقل وكأنها لم تكتفي بصورة مجملة وعامة للعقل ولكنها حالت حاولت تشخيصه وترتيبه في مختلف حالاته السؤال ده عندنا برضو عايزين نكسف المسألة السؤال ده ما خلقش عندنا ليه هذه الحضارة وهذه الأسئلة وهذا التفاعل في فرنسا وا 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 لماذا لم ينقل إلينا أو نجربوا معاهم في نفس وقت النهضة السؤال ده يعني فريضة السؤال انت حالك قلت فقه يعني ساكن متحنط مش فقه متساكن ليه اجيب بشكل بسيط الفيلسوف والمفكر لا يخرج الإشكاليات كما يخرج الساحر الأرانب من تحت قبعته هو يطرح الإشكاليات لأنه مهتجس بها ولأنها تفرض نفسها عليك والمجتمع يسمح له كمان يعني فيه حرية لتلقي مثل هذه الأسئلة تماما اه مهم وننتقل بقى من الحرية هاسأل الدكتور رحمد عبد الحليم عطية فيه مشاهد ممكن يقولك فيه مجتمعات مستبدة وقيمت اه فيها حضارات وحضارات متقدمة وعقول كانت ناهضة جدا ومتسائلة في ظل هذا الاستبداد يبقى مسألة الحرية مش مسألة شرطية لي اه يقزة العقل يعني نرد عليه نقول له ايه اي مجتمع هو حصيلة تراكم تاريخي طويل والدرس اللي احنا تعلمناه من انور عبد الملك ان هذه المجتمعات التاريخية بتجد في هذا التاريخ الطويل يعني تحييق الفرصة لتجاوز اي ازمة من الازمات سواء كانت ازمة بفعل استعمار غربي او فساد داخلي او استبداد داخلي فعادة هذه الفترات يعني ما بتطولش في اي بلد من البلدان يمكن احيانا بتطول في بلدان العالم التالت لكن يعني ما بتطولش لكن مش هي سبب مش هي سبب في ان العقل لا ظل بيعمل في داخليه رواد الحركة الليبرالية قبل اتنين وخمسين كما يؤثر في مفكر ستينات فيعني المسألة لا تقاس قياس كمي اه يعني ما مرصدش زمن معين واقول اصلي ده ظهر في العقل في هذا الزمن يبقى شرطيا ان الاستبداد هو الذي يتيح للعقل لان فيه حصن حصين للعقل احنا عادة لا ننتبه اليه وهو النقد المساءلة الدائمة للعقل في ظل الاستبداد ما فيش نقد ليه في ظل الاستعمار الفرنسي للمغرب كتب علال الفاسي عن النقد الذاتي في ظل يعني عدم الوضوء في المغرب كتب عبد الكبير الخطيبي عن النقد المزدوج كتب هشام شرابي عن النقد الحضاري فإذا النقد كتب جورج طربيشي كتب يعني عدد كبير عن نقد العقل الغاربي فالعقل هو هذا الاستعداد الدائم لان يسائل العقل نفسه قدرته على اقتحام مناطق مجهولة وفي نفس الوقت تراجعه عن هذا الاقتحام المسألة بايه بالظبط يعني المسألة ان هناك جبهات متعددة للمفكر في وقت واحد يعني اتصور ان احنا يعني كمصريين ممكن ندين حزب الاحرار الدستوريين باعتباره حزبا يعني ليس حزبا شعبية لكن حزب الاحرار الدستوريين اللي هو افرز في فترة من فتراته طه عسين وافرز اهل عبدالرازق ومحمد السيد ايكا واخيره ترجم هذا فلسفيا الشيخ مصطفى عبدالرازق في تمهيد للفلسفة الاسلامية نحن نستطيع بدلا من المستشرقين تأسيس فلسفة خاصة بنا علي عبدالرازق قال والله نستطيع تقديم نظرية سياسية في الاوكي مستقلة عن الاشياء الاخرى انا بقول هذا هو ما يسمى بفكر البشوات وفلسفة البشوات في نفس الفترة ممكن تلاقي فرح انطون حين يستعيد ابن رجد مرة اخرى فهو يستعيد دور الافندية ودور طبقة الافندية فبيقدم ما يمكن ان يسمى بفلسفة الافندية في نفس الوقت يعني فيه في عدة الكراك عايز تفاعل والوان طيف كتير وهنا التشكيلة الاجتماعية هي التي يمكن ان تقلي من فلسفة البشوات عند مصطفى عبدالرازق او الافندية عند فرق انطون طيب برضو انا عايز دكتور مختار اقرب للناس مسألة ان الفكر من الممكن يغير انا ممكن اقولك ببساطة معقول فولتير ورسو وكانت والاسماء دي هي اللي غيرت الشعوب دي شوية مقالات ومجلات وكتب هتغير شعوب ولا هي الصناعة والدولة القومية يعني احنا في حد يقولك انت بتضخم قوي دور المفكرين في احداث النهضة لا النهضة حصلت من الصناعة من الدولة القومية مش من اسماء مجرد هذه الاسماء هو عمليا فقط تعليق بسيط في النقاش الذي كان قبل قليل اذا طرحنا السؤال ماذا كان الكواكبي وشبل الشميل وفرح انطون الشوام اصلا يعني يفعلون في مصر في تلك الفترة ما كانوا يفعلون هو انهم وجدوا بيئة جاذبة قابلة لانتاج فكري واستثمروا هذا الوضع اذا الحرية كانت شرط اساسي ومقوم اساسي من مقومات هذه الحالة الفكرية التي عاشتها مصر في هذه المرحلة اذا هناك دور اساسي للبيئة ولكن هو شرط اساسي ولكنه ليس شرطا كافيا في هذه المسألة فيما يخص النقطة الثانية الفكر اساسي ورأينا مثلا الفكرة التي دافعنا عنها الافغاني والتي حقيقة اخذها عمليا من الموسوعين الفرنسيين فكرة المستبت المستنير كانوا يقولون الفيلسوف او الحكيم بدل ان يبذل جهد لن يكون كافيا في ان يوعي المجتمع بكامل ربما يكتفي بتنوير الحاكم والحاكم سوف يقوم بتنزيل هذا الى مجمل الشعب هذه ليست حالة عامة بدليل ان نابوليون اول ما وصل الى الحكم سخر من فلاسفة التنوير ووصفهم بالايديولوجيين ومن هنا اخذت مفهوم الايديولوجيا معناها القدحي من سخرية هؤلاء الذي استفاد يقال تاريخيا من هذا القدح ومن هذا الطرد هي مصر لان جزء من هؤلاء خصوصا اتباع سان سيمون الذين كانوا معجبين بالتقانة قدموا الى مصر وكانوا مبتدعين ورواد في بناء الطرع والجسر والطرق والطرق الى اخره الى درجة انه يقال ان اول محرات ميكانيكي كان في مصر حتى قبل ان يستخدم على نطاق وازع بفرنسا اذا فهذه العوامل هي عوامل اساسية ومتكاملة هل كان من الممكن ان نتحدث عن حقوق الاجتماعية في الضمان الصحي وفي التقاعد وفي المساواة في العمل لو لا الثورة الصناعية اذا هناك نوع من التلازم والترابط والتشارط بين هذه العوامل مثلا من الواضح اليوم ان ارتفاع نسبة التعليم وتراجع نسبة الامية ان ارتفاع نسبة التمدين وانخفاض نسبة سكان الارياف تؤدي الى مجتمعات او الى تصارع في عملية التطور الاجتماعي باتجاه الحرية الاجتماعية والحرية الليبرالية اذا هناك نسق والجانب الفكري اساسي ومن هنا سؤال الكثير يطرحه ما اسباب فشل مثلا ما يسمى بالربيع العربي ويجيبون لانه لم توجد نخبة واعية لديها استبسار بالمستقبل رأيها رؤية مستقبلية ما كانش عندنا فويتير في الربيع العربي قادرة على ان تشكل قاطرة لهذه الجماهير الزاحفة بمعنى ان هؤلاء نجحوا في ان يقلبوا الطاولة ولكنهم فشلوا في اعادة ترتيبها علما بان اعادة ترتيب الطاولة بشكل سليم ومحكم هو اهم من عملية قلب الطاولة التي تبدو عملية سهلة يعني دكتور مختار فشل الربيع العربي من وجهة نظرك انه لم توجد النخبة الفكرية التي تستطيع تنظيم فكري لتلك الجماهير لم توجد نخبة فكرية ولم توجد نخبة سياسية اتنين اتنين لماذا؟ لان السياسي في علم السياسة المفاهيب لا تأتي جزافا خذ مثلا مفهوم الحرية الفيلسوف يتأمل ويفكر حول مفهوم الحرية او العدالة وهذا التفكير وهذا عملية التأمل وعملية اغناء هذا المفهوم بالمضامين تحول عدد من هذه المفاهيم الى مفاهيم اخلاقية ما قيمة ان تحول الى طبع اخلاقي لان الطبع الاخلاقي له مستوى عمل عندما يقبل المجتمع ويتفاعل مع هذه القيم يتحول المعيار الاخلاقي ضد طبع اختيارية الى قاعدة قانونية ذات طابع اكراهي ومن هنا يمكن ان نعتبر هذا مدخل الى نظرية هابرماس في التذاوت وفي بناء التوافق اذا النخبة غياب النخبة الفكرية الثقافية وغياب النخبة السياسية هو الذي وضع بصمة الفشل على نمو ما يسمى بالربيع العربي ودكتور احمد عبد الحليم عطية لقيته بياخد ملاحظات وعايز يعلق لكن التعليق هيبقى بعد الفصل مازلنا مع يتفكرون ومازلنا مع التراث والعقل العربي الاسلامي والعلاقة بينهم والهناك سلطة التراث تكبح جماح العقل العربي الاسلامي ومع ضيفية دكتور احمد عبد الحليم عطية والدكتور مختار عبد اللاوي وكنا قبل الفاصل دكتور مختار أثار قضية مهمة هي ليست على الهامش ولكنها في الصميم وهي ان غياب النخبة المتخلصة من أسر التراث المحمط المتسائلة كانت غائبة عن الربيع العربي لذلك حدث الفشل دكتور احمد عبد الحليم عطية اخدت نوت اخدت ملاحظة على ده وهسألك سؤال بعد تعليقك على كلام بالطبو يعني هو لا كان السؤال اللي اتكلم فيه الزميل العزيز يعني بيدور حوله هل يستطيع الفكر ان يغير في الواقع ما حد هيقولك مقال هيغير كتاب خمسين كتاب مصرحية سينما انا هقولك حاجة وسيطة انا بقالي اكتر من سنة وانا مشغول بكبير الفلسفة هيغل تمام هيغل الحقيقة لما جيه في الفينوميولوجيا بيتكلم على الفكر الانساني والروح الانساني قال انه هو قايم على مسألة صراع السيد والعبد وضرورة اعتراف وضرورة اعتراف الآخرين بالسيد باعتباره سيدة فييجي الفرنسي زوء الاصل الروسي أليكزاندر كوجيف يعمل محاضرات حوالين فلسفة هيغل تتعلم منه كل الأسماء اللامعة اللي موجودة في فرنسا الآن ياخد كلام أليكزاندر كوجيف ويعمل نهاية التاريخ يبدأ نهاية التاريخ اللي قايم على صراع السيد والعبد في تمديد الحضارة الرأسمانية الغربية وان هذه الليبرالية هي الصورة الأمثل للانسانية كلها التي لا يعوقها إلا الإسلام والبوزي ده فعلا ملخص فتبدأ السياسات الغربية كلها تتبني على أفكار هيغل اللي شرحها كوجيف اللي توجها فو كويامة في شكل سياسي وأصبحت تقارير أمنية واستقباراتية بنحكم عن طريقها حتى الآن هذه فعل الفكر في الواقع ونحن بعيدا عن كل هذا لأن احنا مش حاسين في مجتمعاتنا بأن الفكر فعلا بيغير لكن هناك بيغير تماما تماما في ناس بتقرأ بتقرأ الإسلام والبوزية هم الخطر كثير من الفلسفة هم أصحاب تقارير يعني معلوماتية في مراكز المعلومات الغربية ده فيما يتعلق به بداية السؤال والكلام عن غياب النغبة في الربيع العربي الحقيقة أنا ما أعتقدش إن ده ربيع عربي أنا أعتقد هو ما يسمى بالربيع مع المتفقين أنا أعتقد إن ده صورة خناقة يعني أو كده هو انفوضى خناقة كما قالت السيدة رايس و هي بتتكلم فالحقيقة ده ربيع صناعة عربيع مش صناعة عربيع يعني ما نقدرش نقيس الثورة الفرنسية بمفكريها اللي احنا قلنا أساميهم اللي مهدوا ليها يعني ليست صدفة إن مفكرين فرنسيين كبار يطلعوا ويتمردوا على الأفكار الاجتماعية وفي نفس الوقت لا الدكتور أجاب فيه غياب للنغبة من جهة وفيه غياب أهم بقى للمشروع القومي العربي لا يوجد مشروع قومي عربي توجد مشاريع مشاريع متعددة في كل بلد عربي هتلاقي فيه مشروع خاص وتلاقي سياسات يعني ما سبب في الأزمة التي يعيشها العالم العربي الآن هل هي أزمة موارد؟ هل هي أزمة عقول؟ هل هي أزمة سياسات؟ هي أزمة غياب للمشروع القومي غياب للمشروع القومي العربي بالإضافة يعني إلى الغياب النخبة اللي قاله الدكتور مختار طب دكتور مختار دلوقتي إحنا عادينا نتكلم ونقول العقل العربي فيه أزمة العقل العربي التراث معطلوا التراث مفرملوا هل الحل هو القطيعة مع هذا التراث؟ يعني يقول لك في الآخر نقاطع هذا التراث نخاصمه تماما حتى يحدث الحل هو في الحقيقة نحن بحاجة إلى عملية ذات بعدين البعد الأول وهو بعد استراتيجي أن ننتقل إلى مقاربة تربوية مختلفة نحن في مدارسنا نحول أبنائنا إلى قطيع لأن الروح النقدية والتفكير النقدي وروح المبادرة والابتكار يكاد أن يكون منعدم في مدارسنا إيجابية هذه المقاربة هي أنها مضمونة النتائج وسيلبيتها أنها بعيدة المدى تتطلب وقت طويل النقطة الثانية هو أهمية الإعلام وهذه نقطة ستكون مؤثرة على المستوى المتوسط يعني عين ولم وميم تعليم وإعلام تماما بمعنى الإعلام كذلك الذي لا يستعبد المتلقي عبر التلفاز الذي يطرح أسئلة وإشكاليات ويتفاعل والذي يكون قريب للناس على المستوى المتوسط لكن كذلك من المهم أن لا يغيب عن ذهننا وهنا نحن نحاول أن نستفيد من تجارب الغرب ما فكك معبد أو لنقول قلعة الكهنوت الذي كان يحتكر الحقيقة الدينية هم رجال دين متحررين يعني من نفس المؤسسة أطلق الإصلاح الديني ولذلك كانت لديه مشروعية مشروعية الإصلاح عندما يقدم باحث علماني أو ماركسي على نقد التفكير الديني فإنه ينظر إليه على أنه خصم وعدو أو أنت قايب من بره هو يكاد يكون من دون مستقية ومن دون تأشيرة دخول لكن عندما يتم الداخل أو النقد من داخل المعسكر ومن داخل نفس المرجعية فإنه يترك أثر ولذلك أظل أنه من المهم ومن المفيد أن يكون هناك هامش متاح داخل المؤسسات الديني على الأقل تماما للتعدد وللاختلاف يجب أن نترك هذه المؤسسات تفرز الاختلاف من داخلها وإلا فإنها سوف تظل متكتلة وتشعر وكأنها محاطة بالأعداء ويجب أن تدافع عن بيضة الدين طيلة الوقت دكتور أحمد إحنا برضو لسه في زي البيضة ولا الفرخة لسه إيه قبل إيه إحنا لو سبنا المسألة في الديموقراطية الأغلبية مغيبة الأغلبية لا تستطيع أن تفرز عقلا النخبة مهمشة هل إنقاذ العقل العربي الإسلامي يتم بقرار فوقي في بعض الدكتاتورية مثلما مثلا حدث في تركيا بالنسبة لأتاتورك هل نحن نحتاج إلى أتاتورك لكي يهمش الخرافة يهمش العقل الخرافي غير النقدي ولا نسيب المسألة للإفراز الديموقراطي الوحدها بدون مسألة العقلانية دي أنا أعرف أن أنت عارف الإجابة لا أنا وزق لا طبعا لا عايزة لا يعني طبعا أنا أسمع بالدكتور أحمد عبد الحليم الأغور ليست بهذا الشكل أننا جنبنا كثيرا وعنينا كثيرا من التفكير الفوقي أيها ولكن يعني دعني أعود إلى المشكلة الرئيسية وهي التراث في مفارقة عجيبة جدا إن من يملكون التراث معرفة التراث وعلوم التراث لا يملكون المناهج الحديثة في العلوم الإنسانية للتعامل مع التراث يعني مش هيستطيعوا إفراز زي ما الدكتور مختار بيقول ومن يملكون المناهج الحديثة زي أركون معاني دراث لا يملكون معرفة عميطة التراث ومن هنا أنا الحقيقة بدعوه في هذا البرنامج إلى تأسيس علم التراث أو تأسيس نظرية علمية للتراث صحيح في جهود كثيرة جدا تامت منذ يعني كتب أسين مروة وكتب أسان أنفي وكتب عبد الجبري وترد على كل هؤلاء في تراكم وفي جهود ضخمة لكن لازالت معرفتنا بالتراث معرفة براجماتية عملية والتراث الحقيقة في صفة يعني مش عايزة أقول يعني في صفة المروغة في صفة يعني التقية والاختلاف والظهور بأشكال متعددة فتأسيس نظرية علمية للتراث لماذا التراث ولماذا التراث الآن وما يجب علينا أن نتعامل فيه مع أي الجوانب ينبغي أن نتعامل مع التراث يبقى فيه جسارة فيه التعامل وطرح الأسئلة فيه لدينا في تراثنا تراث المقاومة فيه تراث الأقليات فيه يعني أشياء جميلة جدا 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 لكن المسألة مسألة الانتقائية الأداتية والبراجماتية في التعامل مع التراث نعمل إيه؟ علينا أن نرى تجربة أوروبا في تعامل مع التراثها تعرفت أوروبا على التراث اليوناني الروماني من خلال العرب ومن خلال الترجمات العربية لأرشتو للفلسفة اليونانية وكان الإنسان العربي في عصر النهضة الأولى إحنا ما نتكلم عن النهضة نتكلم على النهضة التانية النهضة المستقبلية إحنا الحقيقة لا نرى في التراث جانبه الزمني جانبه المستقبلي الغاية من التراث علينا أن نحدد الغاية من التراث وأنا يعني كما كثير من زملائي أروا أن التقدم هو الغاية من التراث وأنا الحقيقة في صراء كامل بما أملكه من تراث فردي ومن تراث قومي ومن تراث ديني ومن تراث إنساني أنا بأتغافل عن التراث الإنساني وأتغافل على تجارب الأمم مع تراثتها بيدعو إلى علم التراث والتضافر ما بين المفكر وابن المؤسسة الدينية وسد وجه النقص في هذا ووجه النقص في ذلك طيب دكتور مختار سؤال أخير المؤسسة الدينية حقاك بتقول نسبها تفرز ابن المؤسسة الدينية المختلف اللي هيقدر يقرأ قراءة تاني إزاي هيتم هذا الإفراز وفيه إقصاء ليه يمكن حاجات مدارس كتيرة زي الأصادها دكتور أحمد زي مثلا المعتزلة مثلا ما تلاقيش ولا كتاب موجود لي كل ما هو ما أطلق عليه زاكي نجيم محمود المعقول في تراثنا العربي مهمش بعض الشيء هيتم ده إزاي؟ يعني أظن حتى الراعي الذي يرعى الغنام هو يسعى إلى أن يضله وأن يسير هذا الغنام وفق رؤية لدي حول أفضل المراعي والأكثر أعطيك مثال مثلا بسيط جدا حول وحدة أعمل فيها دراسات في الدين والسياسة نقبل طلبة للدكتوراه آتين من علوم الدين يعني لهم معرفة بالتراث ونقبل طلبة من الفلسفة ومن علم الاجتماع ومن علم السياسة ما الذي يحدث خلال سنوات التكوين في الدكتوراه؟ طالب الفلسفة الذي لديه معرفة بالمناهج يستفيد من معرفة طالب علوم الفقه بالتراث ولكن طالب علوم الفقه الذي يحتاج إلى المناهج يتعلم من طالب الفلسفة ومن طالب علم الاجتماع الباحث في علوم الدين يضطر إلى تعلم اللغات الأجنبية إذن التحول لا يعني أن نترك الحبل على غاربه يقتضي أولاً اشتغالاً على المناهج يعزز التفكير النقدي في مستوى أول وروح المبادرة وانفتاح المؤسسات على البيئة المحيطة بها وعلى المجتمع وفي المستوى مستوى التعليم العالي يجب أن نغير الأدوات التي يشتغل بها الفقه أن يتعلم اللغات أن يتعلم البحث الميداني أن يتعلم مثلاً استطلاعات الرأي وتقنيات استطلاعات الرأي التجربة دي موجودة في المغرب يا دكتور نعم منذ سنوات لابد أن نستفيد استفادة كبيرة من هذه التجربة ونترحل المناقشة ويمكن نعمل عليها حلقة بإذن الله لكن يعني الوقت دهمنا والحقيقة المسألة عايزة حلقات وحلقات عن سلطة التراث على العقل العربي وهسيبكوا بقى أنتوا تجاوبوا على السؤال ليه ابن تيمية انتصر على ابن رشد فكروا وشوفوا من خلال الحوار مع ضيفيا اللي بقدم لهم جزيل الشكر دكتور أحمد عبد الحليم عطية جزيل الشكر لحضرتك وجزيل الشكر لدكتور مختار عبداللاوي ويتفكرون وقضية جديدة أخرى جزيل الشكر لحضرتك جزيل الشكر لحضرتك جزيل الشكر لحضرتك